وفي إطار متابعتها الحثيثة وجولاتها التفتيشية المستمرة والتي شملت الصيدليات بالإضافة إلى منافذ البيع المختلفة للتأكد من عرض وبيع الكمامات وعدم إخفائها وكذلك عدم زيادة أسعارها وفقا لقرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبعد أن ثبت قيام أحد المحلات التجارية في منطقة الحورة بمخالفة هذا القرار ببيعه للكمامات بخلاف السعر المحدد قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بغلق المحل إداريا واستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص كما تم أيضا ضبط حالة أخرى مخالفة لقرار بيع الكمامات الطبية حيث تم استدعاء أصحاب إحدى الشركات التي كانت تنوي تصدير 905 صناديق من الكمامات يحتوي كل منها على ألف قطعة وتبين وجود شحنة أخرى للشركة نفسها جاهزة للتصدير ويعد تصدير الكمامات مخالفا للقرار المشار إليه حيث يحضر القرار تصدير كافة أنواع الكمامات الطبية لمدة ثلاثة أشهر وقد تم التحفظ على الشحنات وتنبيه الشركة بعدم التصرف فيها ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص وأشددت الوزارة على عدم تهاونها في إقاع العقوبات اللازمة بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة المعمولة بها في مملكة البحرين وبالأخص القرار المشار إليه حيث تصل العقوبات إلى غلق المحل إداريا واتخاذ الجزاءات المناسبة المقررة بهذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر